احيانا بنحتاج ندخل بعض المواقع او المنتديات الموجودة على شبكة الانترنت علشان ناخد منها معلومة احنا محتاجين لها والمواقع دي بتطلب مني تسجيل دخول بايميل وبتبعت على الايميل ده كود التفعيل او اللينك اللي هيفعل تسجيل الدخول ممكن تكون المواقع دي غير امنة فانا مش هستعمل اي ايميل رسمي خاص بشغلي اولا اي ايميل حقيقي اولا علشان ما ازحمش الايميل ده باي رسائل او اشعارات وثانيا علشان احافظ عليه من اي اختراق او تجسس الحل بيكون اني اعمل ايميل وهمي ادخل بي المواقع والمنتديات دي اخد منها المعلومة اللي انا عايزها وخلاص دوره انتهى على كده بفتح المتصفح اللي عندي على جهاز الكمبيوتر وفي مربع الكتابة هكتب 10 minute mail وبعدين انتر من لوحة المفاتيح بنضغط على اللينك الاول فبيفتح الموقع وزي ما انتو شايفين الموقع بيعد عد تنازلي مديني 10 دقايق اخد فيها الايميل واستخدمه في تسجيل الدخول للموقع اللي انا عايزها بنضغط على ايكونة النسخ وبروح لاي موقع كان طالب مني تسجيل الدخول بايميل ومعرفتش استفيد منه بسبب الايميل الموقع ده مثلا هعمل sign up اول خانة بيقولي ايميل هحط الايميل اللي انا نسخته وفي عندي مجموعة بيانات زي الفرست نيم لاست نيم بيطلب الباسورد وبكتبها تاني اي باسورد وممكن يطلب مني السن تاريخ الميلاد النوع وبعد كده sign up بلاقي كل الايكونات كل الاوبشنز اصبحت متاحة قدامي وقدر استفيد من الموقع او المنتدى اللي انا عايزة ااخد منه معلومة او اعمل دون لله صورة او الملف معين وبعد المواقع بيبعت رسالة تفعيل على الميل ودي سهل اني اوصل لها من الصفحة الخاصة بتين منت ميل اللي عملت فيها الميل الوهمي هلاقي انبوكس جواه هتيجي الرسالة بتاع كود التفعيل ده لو بعض لكن اغلب المواقع ما بتبعتش زي الموقع اللي دخلنا النهاردة محتاجش يكون تفعيل ولا لينك ولا اي حاجة وبكده نكون حافظنا على ايميلنا الاساسي او الرسمي من اي اختراك او تجسس وصلنا لنهاية الفيديو بكل الحب وتقدير واحترام اقول لكم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته